العلوان إلى من يهمه الأمر في الوقت الذي كنا ننتظر منك تصريحا أو خطابا تاريخيا يؤكد على ضرورة بناء مغرب عربي قادر على المساهمة في الارتقاء بالمنطقة وجعلها قوة اقتصادية اقليمية بحكم المعطيات الموجودة في المنطقة وقادرة على مواجهة التحديات وكذا الاهتمام بالبناء القاعد للفضاء المغاربي المتمتل في اعداد القاعدة الشعبية من أجل تكوين الجيل المغارب الجديد وإعداده وتلقينه وتعليمه المواطنة المغاربية من أجل بناء في مغرب المواطنة لأن المواطنة هي سلوك وقيم أكثر منها مؤسسات وقوانين وهي أداة قانونية وفي الآن نفسه رمز الوحدة المغاربية التي تعتبر خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا ينتصر للتاريخ المغارب المشترك وأن نفكر في نوعية الأسس التي ينبغي أن يبنى عليها المغرب العربي والآليات التي تضمن استمرارية مؤسساته عن طريق ضمان المشاركة الفعالة للمواطن المغاربي وهو ما يستدعي ضمان مواطنة مغاربية حقيقية تتيح للإنسان المغاربي المشاركة في بناء هذا الصرح وأن يكون هناك تحول نحو تعليم مغاربي فعال ومنتج نجد أن بلدا جارا يتخذ من عداوة المغرب عقيدة يلزم الأجيال الصاعدة في المقررات المدرسية على تعلم كره المغرب وبطر خريطته وشحنهم بالكثير من المغالطات والخيالات والأوهام بل وصلت ببعضهم ودون خجل حد طرح أسئلة في الامتحانات المدرسية تكرس هذه الطرهات والهرطقات إنها محاولة لتدمير وتفتيت الهوية المغاربية إلى مجموعة هويات وفي الوقت الذي كنا نمنّي نفس بتحقيق الحلم المؤجل ألا وهو بناء مغرب عربي قوي إذا بنا نتفاجأ بتصريحات صادمة تضمر حكدا وغلا وعقدا نفسية تجاه المغربي وتوابته إن المغرب الدولة الأمة يجر وراءه خمسة عشر قرن من الحضارة والتاريخ وهو ليس وليد مرسوم أو نابع من العدم بل التاريخ يسجل أن المملكة المغربية كانت وستظل دوما وأبدا منار إشعاع وسمو وحضارة وحوار وتسامح وستظل متشبتة بالمنطق والحكمة بقدر ما ستتصدى بكل قوة وحزم للتجاوزات التي تحاول المسى باستقرار وسلامة أراضيها والملكية متجدرة في التاريخ المغربي وهي رمز وحدته وقوته وصموده عبر التاريخ إنه العهد الصادق بين العرش والشعب والملكية في المغرب ذات باع طويل في الحضارة وفن الحكم وهذا يظهر جليا في خطاب السياسي والديبلوماسي وإياك إياك أن تحاول اللعب مع الكبار أو تتوهم أنك تتصرف وفقا لمبادئ القانون الدولي أو أن ابن بطوش قاد قام بالامتتال للعدالة لقد أدخل ابن بطوش بهوية وجواز وجواز سفر مزورين لإسبانيا خوفا من المتابعة القضائية لأن يديه ملطخ بدماء الأبرياء وهذه القضية للعلم بخطورتها وحجمها ورمزيتها وضحاياها كانت ساعات بعد الاستماع إليه وهل سيعود مجددا أمام المحكمة الإسبانيا بمدريد مدام أن القضية لم تغلق بعد لماذا نقل سررا هذا البهلوان محلق الشارب مصبوغ الشعر مجسدا لعنوان كبير اسمه الحفل التنكري وذليل ساطع على فشل مخططاتكم وأجهزتكم أعلم جيدا أن الفشل الأمني والديبلوماسي يؤدي إلى أزمة الثقة وإلى انهيار نفسي تنتج عنه ردود أفعال غير محسوبة وكذا الفعلات في هذه الحالة يمكن أن أشفق عليكم لكن رجاء رجاء لا تحاولوا تصريف الأزمة الداخلية في بلد حيث الحراك والتدمر الشعبي قد بلغ أوجه من فرط الغلاء وانصداد الأفق بفزاعة اسمها المغرب لا تناوروا على الشعب الشقيق الذين هم إخوتنا ويربطنا وإياهم اللغة والدين والدم والتاريخ المشترك لا تحاولوا تشتيت الانتباه عن الحراك الذي يطالب بدولة مدنية من خلال التصعيد مع المغرب وإظهاره كعدو خارجي اطمئن المغاربة لن يرفع السلاح في وجه الأشقاء وكيف لعاقل أن يسدد البندقية على نفسه رجاء 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 أخبرهم بالحقيقة صارحوا إخوتنا الأشقاء أن الاقتصاد الجزائري يطرق أبواب المنطقة الحمراء وأن ملايير الدولارات بدرت في صالون قمار راهن على المستحيل وإن كنتم تتخذون من ادعاء تقرير مصير الشعوب عنوانا لعنطرياتكم أقول لكم إن في أوروبا وحدها أكثر من خمسين حركا في صاليا أفلا تنظرون وفي قضية كتالونيا ماذا أنتم فاعلون أم أنكم مع المغرب الأبي فقط لرمحكم الصدق توجهون وللإملاءات تنتظرون وفي غيكم تعمهون اشتركوا في القناة